اشتركوا في القناة مكتوب على اليسار الوجه وعلى اليمين اثار مدائن صالح تسرك هذا الطريق تأتي الى هذا المكان هذا المكان فيه مزارة كثيرة في اثناء الطريق وتوجد ايضا بعض الاشياء الغريبة والعجيبة للجبال انظروا هذه الصخرة صخرة عجيبة مخرقة فيها اخراط كثيرة جدا وهناك ايضا توجد فتحة في الجبل لاحظوا كان جسر سبحان الله طبيعة جبلية الله عز وجل خلقها هكذا الان اقتربنا اكثر واكثر من الفتحة التي في الجبل لكنها بعيدة بيننا وبينها مسافة هناك ايضا توجد مغارة لاحظوا هنا توجد مغارة في داخل الجبل هنا الجبال في العلا لها طابع غريب وعجيب كأنها جبال بحرية تجدها مخرقة لاحظوا كيف انظروا كيف كأنه كان هنا في يوم ما منذ القدم في بحر هنا وانسلخ سبحان الله نذب الى تلك الصخرة نقترب منها نحن لا نقتربنا من الصخرة لاحظوا كيف الصخرة شكلها سبحان الله فيها فتحات كثيرة وانظروا كيف طبيعة الجبل جبال العلا فيها حاجات غريبة وعجيبة الى تلك الصخرة الى تلك الصخرة الى تلك الصخرة وعلى آله وصحبه وسلم السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الآن نحن في داخل منطقة الحجر أو مدائن صالح آثار مدائن صالح قديما قلت لكم أتيت الى هذا المكان تقريبا فوق 12 سنة ما كان هكذا كان متروكا أي كلام الآن وضعوا هذه السكة التي تمر بك على جميع الآثار وأيضا وضعوا لوحات إرشادية حتى لا تضيع وحتى لا تستطيع أو لا تحتاج إلى أن تستفسر من هذا ومن هذا إنما تقرأ اللوحات وتعرف هذا مكان ماذا وهذا مكان ماذا هذه الآن لوحات إرشادية توجهنا إلى المناطق فنمشي معها الآن توقفنا هنا في هذه المواقف التي أعدت هيئة السياحة للزوار وينزل الزوار هنا ويأتون إلى الآثار ويتفرجون فيها الآثار كثيرة جدا ومساحتها كبيرة كما ترون كما ترون هناك يعني من هنا إلى هناك إلى الأفق محل الجبال تلك لا تزال الآثار معنا لكن سوف نمر ببعضها فهذه من بعض الآثار سوف نرى ماذا في الداخل طبعاً أنا قلت لكم هذه المنطقة هي منطقة الحجر أو مداين صالح من هذا الصالح؟ هو نبي الله عز وجل واسمه صالح ابن عبيد ابن أسف ابن ماشج ابن عبيد ابن جادر ابن ثمود هذا صالح عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى قوم ثمود من هم ثمود؟ ثمود يرجعون إلى جدهم ثمود بن جاثر بن رام بن سام فهؤلاء القوم قوم ثمود الذين أتوا بعد عاد الله عز وجل ميزهم بقوة الاجسام والنعمة وقوة السواعد التي يستطيعون بها بإذن الله عز وجل أن ينحتوا الجبال كما ترونها أمامكم فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا وأيضا قبورهم نحتوا في الجبال فسبحان الله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني نحتوا الصخر في الوادي فأتى إليهم صالح عليه الصلاة والسلام لما عتوا في كفرهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ودعاهم ودعاهم ولكن لم يستجيبوا ولم يؤمن إلا بعض الناس الضعفاء مع صالح عليه الصلاة والسلام عند ذلك كان هناك في عيد فقالوا له أخرج معنا فقال أخرج معكم ولكن أدعوكم أن تؤمنوا بالله عز وجل فقالوا إذن إذا أردتنا أن نؤمن فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يخرج لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى الصخرة ناقة عشراء يعني حامل فقال لهم وأخذ عليهم المواثيق إذا خرجت من الصخرة فتؤمنوا فأخذ عليهم المواثيق عند ذلك قالوا نعم وعطوه المواثيق فدع الله عز وجل وصلى ودع الله عز وجل وبالفعل الله سبحانه وتعالى أخرج من الصخرة ناقة عشراء هنا الآن أمام هذا الأثر توجد لوحات إرشادية لاحظوا هنا مكتوب مجموعة مدافع قصر الصانع فماشاء الله تبارك الله وضعوا لوحات إرشادية فلا يحتاج الإنسان أن يسأل ماذا هذا وما هذا إنما وضعوا لك هذه الإرشادات وأنت تقرأ وتشاهد نرجع نرجع إلى القصة فخرجت الناقة العشراء ولكن قال لهم صالح عليه الصلاة والسلام قال لهم لكم الشرب يوم ولها شرب يوم فكانت تشرب في يوم ولا يشربون ويشربون في يوم ولا تشرب ولكن كانوا يأخذون من حليبها المهم قدر الله عز وجل مرة الأيام فخرج رجل يقال لو قدار بن سالف من أشق القوم ويقال أنه كان سكران فذهب إلى الناقة وعقرها مع بعض أصحابه عند ذلك جاء الخبر إلى صالح عليه الصلاة والسلام وقال له رجل إلحق القوم فقد عقر أحدهم الناقة وطبعا صالح عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا عقرتموها فسوف ينزل عليكم العذاب تعالوا ندخل إلى داخل المكان هذا نرى ما بداخله سبحان الله غرفة كبيرة جدا يعني تقريبا تجي زي خمسة متر ونص في خمسة متر ونص حتى الباب مرتفع لاحظوا مرتفع من أصابع يدي إلى رجلي وهنا توجد مقابر القوم هذه مقابر وانظروا آثار النحت انظروا آثار النحت سبحان الله كأن شخص أتى ب إزمير أو مسمار ومطرقة وطرق هذا المكان في داخل الجبل ونحته هذه مقابر القوم في داخل الجبل هي معظم الفتحات التي في داخل الجبل عبارة عن مقابر وأضرحة لقوم ثموت المهم بعد ما عقروا الناقة فأنذرهم صالح عليه الصلاة والسلام أنهم إذا عقروها فسوف ينزل عليهم العذاب فلما أخبر بالخبر أمرهم أن يلحقوا الفصيل فإن لحقوه لعل الله عز وجل أن ينجيهم من العذاب فذهبوا إلى الفصيل يلحقونه لكنه دخل في صخرة وقيل طلع فوق جبل وارتفع به الجبل فلم يستطيعوا أن يلحقوا بالفصيل عند ذلك أنذرهم صالح عليه الصلاة والسلام قال علامة نزول العذاب أن يأتي في اليوم الأول أن في اليوم الأول تصفر وجوهكم وفي اليوم الثاني تحمر وفي اليوم الثالث تسود وعند ذلك انتظر العذاب وبالفعل حصل ما حصل ففي اليوم الأول اسفرت وجوههم وفي اليوم الثاني احمرت وفي اليوم الثالث اسودت وانتظروا العذاب وكأنهم يقولون يا الله نزل علينا العذاب يلا نحن انتظر وإذا باليوم الرابع أخذتهم الصيحة فنزلت عليهم الصيحة من فوقهم ورجفت بهم الأرض أيضا الرجفة من تحتهم وأخذهم الله عز وجل بعذاب شديد بسبب كفرهم وعنادهم وقتلهم أيضا الناقة ومخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى هذه تقريبا قصة صالح عليه الصلاة والسلام وقصة هؤلاء القوم قوم ثمود وهكذا الله سبحانه وتعالى ينجي عباده المؤمنين ويهلك عباده الكافرين الذين لا يؤمنون به نطوف الآن على بعض أيضا المقابر في داخل أرض الحجر أو أرض قوم ثمود الآن نأتي إلى هنا إلى قصر البنت هذه أيضا أماكن للسيارات كمواقف وهنا ندخل أيضا إلى هذا المكان نرى ما فيه الإرشادات باللغة العربية واللغة الإنجليزية وأيضا صورة تبين شكل المكان وأنه بالفعل هذا الذي كتب عنه ندخل الآن إلى داخل هذا المكان نشاهد ماذا فيه بسم الله الرحمن أيضا شاهدوا هذه المقابر هنا طيب ننتقل إلى مكان أيضا آخر المساكن موزعة على هذه الجبال فمساحة المكان الذي يسكنونه قوم ثموت كبير جدا تجد هنا مسكن وهنا أيضا لاحظوا مسكن وهنا مسكن فلذلك من أراد أن يأتي إلى هذا المكان لابد أن يأتي في وقت مبكر وأيضا يحتاج إلى وقت ليدور هذه الأماكن هناك هناك أيضا بعض المساكن أنظروا وهناك أيضا في الأفق نتقدم إلى الأمام هذا الديوان وهو مكان كبير كأنه مكان اجتماع القوم نرى ما هذا الديوان أنظروا كيف أشكال الجبال سبحان الله أحمد الله عز وجل عز وجل سبحان الله الآن النوحات الإرشادية التي ترشدنا لما في هذه المنطقة من آثار هذا الديوان نحن الآن نتين للديوان وهو مكان اجتماع ديني في هذه الحجر التي سوف نراها الآن انظروا كيف صنعوا هذا الديوان في هذه الصخرة وهو عبارة عن مثل الدهليز الكبير الواسع هذا مكان التجمعات الدينية لاحظوا كيف واسع ومرتفع سبحان الله حفروه داخل الصخرة داخل الجبل ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي هنا ايضا توجد بعض البيوت او المقابر وما تشاهدون او المقابر هنا ايضا بعض البيوت والمقابر والاضرح التي في داخل الجبل وهذه تسمى كما هنا في اللوحة الارشادية مجموعة مدافن جبل المحجر وهناك ايضا في الجهة المقابلة في ايضا بيوت ومدافن كثيرة انظروا فسبحان الله قوم اعطاهم الله عز وجل القوة والقدرة في نحت هذه البيوت وهنا يوجد بئر نبطية نذهب اليها لنشاهدها محفورة ايضا في داخل الصخر وهي مسورة حتى لا اسقط في احد انظروا طيب نقترب هنا لنشاهد البئر لاحظوا البئر هنا في الداخل نأتي اليها من هذا المكان لاحظوا البئر سبحان الله بس فارغة من الماء نظروا اليها بئر محفورة تقريبا تحت حدود 20 متر محفورة في داخل الصخر سبحان الله نكتفي بهذا القدر من التصوير في منطقة الحجر او في منطقة اثار مدان صالح والان ننتقل للبوابة للخروج على امل اللقاء بكم ان شاء الله في مكان اخر بمشية الله سبحانه وتعالى تم هذا التصوير في يوم الخميس الموافق 18 10 1435 تابعونا في اماكن اخرى ان شاء الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم اجمعين اشتركوا في القناة